بحث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عددا من ملفات عمل المركز وناقش الاجتماع موقف تخصيص الأراضي لتنفيذ المشروعات في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وموقف إنشاء مركز معلومات أخضر عالمي ومحطة الطاقة الشمسية المغذية له بالزعفرانة وإقامة مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر برأس غارب بالغردقة شكرا